يشارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفدن رفيع المستوى في فعاليات تأسيس منتدى مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي والذي يعقد في مدينة باندونغ بإندونيسيا في الفترة من الرابع والعشرين حتى سادس والعشرين من أكتوبر الجاري وتأتي فكرة تأسيس المنتدى انطلاقا من أهمية دور البرلمانات في تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية وقضية المناخ وغيرها